معنا مراسلنا في ريفي حما عدي سطوف عدي أرحبك لو تحدثنا عن وصول 33 شخصا من مهجرين مدينة سعسع في ريفي دمشق إلى قلعة المضيقة كيف استقبلهم الأهالي هناك نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيك الله أخي مؤمن نعم ليلة البارحة وفي أجواء شتوية وبرد قارص وصراحة بشكل مفاجئ تم وصول ما يقارب الثلاثين عائلة دعني أقول عائلة ثورة جي من منطقة سعسع أو مقاتل مسلح عددهم بالإجمال ما يقارب تقريبا 35 إلى 40 شخص وصلوا إلى مدينة قلعة المضيق في ريف حماء الغربي لقوا استقبال من قبل المنظمات واستجابة عاجلة من قبل المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية قلت لك مع أن كان قدومهم بشكل مفاجئ كانت ظروف قاسية صراحة مرورهم في الطريق حيث تعرضوا لمضايقات من قبل حواجز النظام وشبيحته بالإضافة إلى الميليشيات الإيرانية التي كانت تواجدة على الحواجز قاما لهالي في مدينة قلعة المضيق أيضا باستقبالهم أيضا بروح وبصدر رحب قامت أيضا عدد من الجمعيات نخص منها جمعية ساعد الخيرية قامت بنقل عدد كبير من هذه العوائل إلى مراكز الإيواء على الحدود السورية التركية بالإضافة إلى نقل عدد من المصابين إلى المشافي والنقاط الطبية كان هناك ثلاث مصابين من الحالات التي خرجت من مدينة سعسع والقرى المحيطة بها نعم مؤمن نعم إذن هم فقط مدنيين وليس بينهم عسكريين لا مؤمن يوجد هناك بعض المقاتليين الذين لم يرضخوا للهدنة المبرمة أو دعني أقول لشروط النظام في تلك المنطقة فقرروا الخروج إلى إدلب وإلى مناطق الشمال السوري ليبقوا ضمن الثورة وضمن المقاتلين وضمن الجيش الحر لم يرضخوا لمطارب قوات النظام وإلى الهدنة المبرمة في تلك المنطقة على تسليم تلك المنطقة والانضمام إلى الألوية والفرق التي يشكلها النظام في تلك المنطقة شكرا جزيلا لك مراسل قناة دار الإيمان في ريف حما عديس الطوفة